نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قينة قافلة طبية مجانية بقرية بركة تابعة لمركز نجاع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الكشفة الطبية على 829 مواطن في سبع تخصصات طبية انطلاقا من حرص الدولة المستمر لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية مواطن دي بتبقى فيها أكثر من ستة أو سبع تخصصات فيه عندنا برضو معمل متخصص لجميع التحاليل فيه سيداليها فيها لا يقل عن 130 صنف تصرف مجانا للمرضى فيه برضو قسم أشعة جميع الخدمات مجانية تماما للمواطن المستحق لهذه الخدمة برضو عندنا برضو خدمة علاج عن نفقة الدولة بنوفر على المريض أن يروح مشوار لمستشفة في المركز أو المدينة لحنا من جيل الغاية عنده علشان نعمل له القرار عن نفقة الدولة الحمد لله احنا كشفنا جراحة وكشفنا مطنة وعملونا تحاليل وإشاعات والحمد لله بنشكر السيسي عشان عملنا قافلات كل ببلاش بيجي لنا مجانة نينة حتى جلعت في الدرسي وخشفت على إشاعات تماما وكل حاجة بلاش بيجي لنا مجانة ومشكر السيسي